نصب أكثر من مئتي امرأة وقتل أكثر من خمسمائة شخص ولم يرف له جفن ولم يعلن ندمه هو عمار حسين أحد عناصر تنظيم داعش المعتقل لدى الاستخبارات الكردية وقد أسر وعنصرا آخر في هجوم على مدينة كاركوك حسين أكد أن أمراءه أعطوه وآخرين الضوء الأخضر لاغتصاب من يرغب من نساء إزيديات وغيرهن فتنقل من منزل إلى آخر في مدن عراقية عدة مغتصبا النساء سنجار وسنون وكسك وهذه المناطق التي تصبنا بهين وبغداد همين نقسم بالحويجة همين وهل داعش قالوا لك أنت أعمل كده؟ طبعا ما قالوا لي بس تعرف أنت الشاب بعد يحتاج إلى الأشي بعد دربه قال كان الأمر كما قال صعبا في البداية ثم أصبح أسهل يوما بعد آخر حتى وصل به الأمر إلى قتل أكثر من 500 شخص في غدون الثلاث سنوات حوالي 500 تقريبا 500 واحد؟ تقريبا كيف؟ والله اللي كتل كتل واللي ذبح ذبح يعني 500 نفر في كم سنة؟ ندري من 2013 إلى 2016 إلى 11؟ نعم أكتلي 7, 8, 9, 10 نروح نذبح من نصف الشرط بالمو وأما كذلك اليوم الثاني ما قالوا نصب سيطرة لو مثلا نروح حلال على بيوت الشيون المداهمة نروح على بيوت ست سيارات ثلاث سيارات أربع سيارات نأخذهم الأولوري نحملهم مثلا عشرين ثلاثين نفر أربعين نفر نحملهم نأخذهم من ورق قلعاء اللي بسنجار ورق عالي بسجار نكتلهم من نذبهم نرجع من كذلك وبغدادهم من كذلك حسين الذي يبلغ من العمر واحدا وعشرين عاما بدأ طريق التطرف حين كان عمره أربعة عشر عاما وجذبه إلى ذلك إمام المسجد المحلي الذي كان يصلي فيه ثم انضم إلى تنظيم القاعدة ليلتحق بعد ذلك بصفوف داعش حالتنا المادية كانت تعبانة ما كانت عندنا حالتنا لا بيت لا حالتنا حالة يعني لا عيش تعيش ما عدي حد يعني مثلين ينصحني ما فوق حد ينصحني ما عندي لا أب أبويا متوفي أمي منزوجة بس أنا وبيبيتي بس أنا وجذتي يعني من البيت عمار حسين المتهم بغير جريمة واحد من جيل تدرب وتتلمذ في مدرسة الإرهاب المتعد للتنظيمات ترجمة نانسي قنقر